اعلان تصدير النفط تحديداً أول شحنة قوامها 500 ألف برميل نفط هل يفتح آفاق الانتعاش الاقتصادي في اليمن في ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ الانقلاب والاجتياح تصدير الشحنة النفطية بحسب متابعين مؤشر أولي لكسر الجمود الاقتصادي في الجانب النفطي على وجه التحديد لكن تصدير الشحنة النفطية جاء في سياق يخلو من خطة اقتصادية محددة وواضحة عمليات الانتاج والتصدير في القطاعات النفطية تأخر العمل فيها طويلاً من اللحظة التي انتهى فيها الجيش الوطني من تحرير العديد من المناطق إضافة إلى أن الميليشيا الحوثية لم تصل يدها العابثة إلى القطاعات النفطية والغازية في ذات السياق الاقتصادي أقر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعاته اليوم بعداً سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدره 20 مليون و428 ألف دولار كما أقر الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال إجراءاتها وفقاً للآليات المعتمدة والموافقة على إصدار شهادات الإيداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة قدرها 17% ووافق مجلس إدارة البنك على إصدار سندات حكومية بنسب فائدة تصل إلى 12% ولفترات مختلفة من سنة إلى ثلاث سنوات وإصدار ودائع الوكالة للبنوك الإسلامية بصاف ربح عند البيع بنسبة 13% وبحسب الآليات المقرّة من هيئات الرقابة الشرعية التحركات الاقتصادية في القطاعين النفطي والمصرفي جاءت في مرحلة وصل فيها انهيار العملة الوطنية إلى أسوأ مستوياته في ظل غياب مداخل الدولة من العملة الصعبة وتعطل حركة الانتاج والتصدير آلية السحب من الوديعة ليست واضحة ومحددة ومدى إسهام هذا السحب في إنعاش الدولة التي تعيش حالة أشبه بالموت السريري للنظام المالي منذ انقلاب الميليشيا واجتياحها للبلاد ترجمة نانسي قنقر